تبدأ أولى دفعات الحجاج السوريين بالتوجه إلى معبر باب الهوى لدخولهم إلى الأراضي التركية في موسم الحج هذا العام الحاج محمود وصل إلى كراج الانطلاق مع عائلته ضمن مجموعات يتم توزيع الحجاج عليها لسهولة تسيرهم وإنهاء ترتيبات سفرهم إلى مكة المكرمة عبر الأراضي التركية تخضع الحقائب التي يحملها الحجاج إلى إجراءات التفتيش عن طريق أجهزة حديثة ومتطورة تستعملها إدارة المعبر حفاظا على سلامة الحجاج المسافرين يرافقهم مشرفون وإداريون لتوجيههم وتسهيل إجراءات سفرهم طبعاً نحن كإداريين نواكب ونتابع دائماً قرارات لجنة الحج العليا ونلتزم بها على مساعدة الحجاج في تسير سفرهم من معبر باب الهوى بمساعدة الأخوة أعضاء البعثة ومكتب باب الهوى أيضاً في مكتب الحج يعمل عدد من الموظفين والإداريين للتأكد من بيانات الحجاج وجوازات سفرهم وأوراقهم الرسمية لتسهيل مرورهم في الجانب التركي العدد المطلوب مننا أن ندخله من معبر باب الهوى هو 5200 حج تقريباً بدأنا من يوم أمس تم دخول 550 حاج إلى الأراضي التركية أعداد كبيرة من الحجاج تتوافد يومياً إلى معبر باب الهوى الذي تعمل إدارته على تقديم التسهيلات والخدمات إلى الحجاج من نقل مجاني من خلال حافلات مخصصة لهذا الغرض تبدأ أولى دفعات الفجاج السوريين الدخول إلى الأراضي التركية عبر معبر باب الهوى بعد انتهاء إجراءاتهم القانونية في مكتب الحج السوري أحمد عاصر تنفزيون سوريا من معبر باب الهوى في ريف إدلب